أهلاً بحضراتكم من جديد في صباح الخير يا مصر امتحانات السنوية العامة على الأبواب خلاص كام يوم ونبدأ ماراثن الامتحانات لأهم شهادة دراسية طبعاً حالة من حالات القلق كده والتوتر موجودة في بيوتنا عشان كده قررنا النهاردة في صباح الخير يا مصر إن احنا نقدم لحضراتكم وللطلبة مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بكيفية إنتاج إجابات صحيحة من حيث الإجابة على السؤال وتحديداً ما يعرف بالأسئلة المقالية زي ممكن الطالب يتعامل مع الأسئلة المقالية بمهارة شديدة جداً حلو مصطلح كيفية إنتاج إجابات صحيحة ده لأنه الفكرة فقاً مفوضة أن الأسئلة المقالية بتبقى الإجابات عنها بتكون مختلفة مالهاش ماضي الأنسر أو مالهاش إجابة نموذجية لكن بتعتمد على الفهم والتجاوب مع السؤال كمان هنجاوب عن نقطة مهمة جداً وهتكون أهم محور في فقارتنا النهاردة الحقيقة نقطة كمان دايماً طلابنا بيستفسروا عنها وهي الأسئلة المقالية في امتحانات المواد الأدبية والعلمية زي مكلم نتكلم مع حضراتكم زي الطالب يقدر من خلال المعرفة أو من خلال فهمه أنه ينتج إجابة صحيحة 100% كل ده هنسأله دفتة في الستوديو دكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة صباح الخير يا حضركي دكتور صباح الخير يا فندم على حضراتكم وكل السادة المشاهدين أهلاً يعني الأسئلة المقالية هي الأسئلة اللي ما بتكونش لها إجابة نموذجية لكن بما أن حضرتك معنا يعني لو تشرحها أكتر للسادة المشاهدين والطلابنا بشكل أبسط شوية وبشكل كمان يكون يعني علمي وصحيح أكيد حضركي تشرحها أفضل مننا طيب عايزين نقول لأبناءنا الطلاب أن في نوعين من الأسئلة المقالية عندنا النوع الأول المقال المفتوح لما بيجي للطالب سؤال ويقول له إشرح كذا أو ناقش كذا أو فصر كذا وضح كذا ما بيحطلوش حد معين يتكلم في حدوده وعندنا النمط الثاني اللي هو الأسئلة من نمط المقال المقيد اللي بيطبق فيه متحنات السنوية العامة هو المقال المقيد وليس المقال المفتوح يعني حضرتك ملتزم بعدد معين من الأسطر وعدد معين من الكلمات مش هتتعدى يعني الطالب مش هيسترسل في الإجابة طبعا الأسئلة المقالية اللي بتطبق في السنوية العامة بالنسبة لها تتعدى 15% وفقا لطبيعة كل مادة المفروض أن لها طريقة معينة في الإجابة علشان الطالب يقدر يحصل فيها على الدرجة النهائية يعني الطالب لو بدأ يجاوب على الأسئلة المقالية ويطرك لنفسه المجال أنه هو يستخدم أساليب إنشائية وأنه يسترسل في الإجابة هيضيع منه الوقت والمكان المتاح للإجابة يعني هي أسئلة محددة ومقيدة بالظبط طبعا أنا أسأل حضرتك الاختلاف هنا ما بين المواد الأدبية والمواد العلمية في السؤال المقالي يكون إزاي؟ طبعا المواد العلمية بيبقى عندنا خطوات معينة مثلا للحل لو هي مثلا الرياضيات مثلا فيه خطوات علشان توصل للحل فالطالب بيبقى واخد باله من الخطوات دي وبيعملها وبالمناسبة وزارة التربية والتعليم قالت أن الدرجة هتحسب على الخطوات مش على الوصول للناتج النهائي لكن بقى المشكلة يكون الخطوة عليها درجة حتى لو كان ما وصلش للناتج النهائي بالظبط لكن المشكلة بقى بتبدأ تظهر في المواد الأدبية اللي المفروض فيها تعبير واللي المفروض فيها كتابة هنا بتبقى عايزة من الطالب مهارة مختلفة عايزة منه مهارة التلخيص وإنه يقدر إزاي يكتشف الأفكار الأساسية والمهمة اللي موجودة جوه النص ويقدر يلخصها يعني زي ما قلنا في الرياضيات مثلا هي خطوات حل المسألة خطوات خطوة أولة تانية تالتة يعني سابتة ومعروفة لكن لو أنا بذكر مادة أدبية تاريخ مثلا حاجة فيها نصوص وأنا عايز أجاوب على ده في سؤال مقالي أول حاجة لازم أعملها أن أنا لازم أشوف إيه الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الإجابة بتاعتي النص ده بيبقى فيه عبارات أساسية وفيه عبارات شارحة للعبارات الأساسية دي إن أنا أطلع ده من ده بقى أخذ العبارات الأساسية اللي المفروض إن أنا أذكرها وأبدأ أعبر عن العبارات دي بأقل عدد من الكلمات وفي جمل مختصرة وقبل ما أبدأ أسجل ده في ورية الإجابة لازم أعيده على ذهن الأول وقارن بين الإجابة اللي أنا وصلت لها دي والمكان المتاح اللي أنا أكتبها فيه يعني أنا عندي مثلا ستة أسطر مثلا أو خمس أسطر طيب إلا أنا لخصته في دماغي ده هقدر أحطه في الخمس ستور دول ولا هيبقى زيادة وأبدأ ألخص لحد ما وصل للمكان المتاح فيه حاجات زي ما احنا بنقول مثلا لأبناءنا الطلاب وانت بتجاوب في البابلشيت مثلا ممنوع الشطب ممنوع استخدام مزيل الحبر حاجات زي كده لا ده ممكن يبقى متاح في الأسئلة المقالية لإنه لا تصحح بطريقة تصحيح الأسئلة الاختيار من المتعدد يعني أسئلة الاختيار من المتعدد بيتم تصحيحها وفقا لما هو معروف يعني من خلال جهاز سكانر ومتوصل بجهاز بيوتر بشكل آلي لكن الأسئلة المقالية بيتم إرسالها بشكلها المعروف لمعلمين عبر التابلت وبيقرؤوها قراءة وبيدولها الدرجة برضو علشان نطمن أبناءنا الطلاب الأسئلة المقالية في السنوية العامة بتصحح بنظام الروبريكس أو الخطوات محددة كل خطوة عليها درجة مش من نمط الأسئلة بقى المقالية المفتوحة زي ما قلنا بتبقى في مشكلة بقى في الزاتية وأن في طالب هيزود وطالب هيقلل ممكن برضو يفهمت توضح للطلبة يعني إيه الخطوات المفهودية تبعوها لأن الأسئلة المقالية حتى لو مش الأسئلة المقالية المفتوحة هي برضو بتعتمد يعني على فهم الطالب وده بيختلف من طالب لآخر بتعتمد على فهمه وعلى قدرته على أنه يعبر عن اللي فهمه ده بطريقة مختصرة وبطريقة موجزة ويركز في كلامه على الأفكار الرئيسية ما يروحش بعيد طبعا في حاجات أساسية الطالب لازم يأخذ باله منها هو بيجاوب في الأسئلة المقالية أنه ما يخرجش بره الإطار المتاح له الإجابة فيه وياخد باله كويس قوي علشان ما يجاوبش سؤال ما كان سؤال تاني يعني إحنا عندنا مثلا في بعض المواد يبقى فيها أربع أسئلة مقالية وبعض المواد يبقى فيها سؤالين مقاليين فكل سؤال له مكان لازم يأخذ باله كويس جدا علشان ما يجاوبش سؤال مكان التاني طبعا لما يكتب برضو محتاجين برضو المهارات اللي هي العادية البسيطة دي أنه يكتب بخط كويس واضح وصغير يعني ما يكبرش الخط قوي لأنه لو كبر الخط قوي هتضيع منه معلومات مهمة مش هيلاقي مكان يكتبها فيه وغير متاح أنه يخرج برا الإطار بتاع السؤال يعني لأن المساحة زي ما قلت لحضرتك محدودة جدا لأنها من نمط المقال المقيد لازم الطالب زي ما قلنا يبدأ أولا يبقى عارف كويس أو يقوي قبل ما يبدأ يجاوب على الأسئلة المقالية أن المساحة اللي تركتها وزارة التربية والتعليم للإجابة فيها كافية جدا للإجابة على السؤال يعني ما يقولش لا ده أنا المعلومات كتير والمكان قليلا الإجابة اللي عايزاها منك وزارة التربية والتعليم متناسبة جدا مع المكان المتاح أنت بس تستغل هذا المكان فيه بجانب المكان يا فندم الحاجة اللي الطالب هيكتبها إيه الخطوات اللي على أساس هيقدر يختار المعلومات اللي هيستخدمها لا يكتبها بالضبط يا فندم أول حاجة زي ما قلت لحضرتك في البداية أنه لازم يحدد الأفكار الأساسية اللي لازم تكون موجودة في الإجابة السؤال ده محتاج إيه بالضبط يكون موجود في الإجابة عشان تبقى الإجابة صحيحة لما ببدأ أحدد الأفكار دي قد تكون معروضة داخل النص بإسهاب أو بشارح وتوضيح المهمة التانية أنه بعد ما يحدد هذه الأفكار الرئيسية أنه لازم يلخص هذه الأفكار ويلخصها في ذهنه أولا قبل أن يبدأ في كتابتها في الورقة عشان يتأكد من مناسبة الأفكار دي للمساحة المعروضة في بعض الأفكار بيبقى الترتيب فيها مهم فلازم ياخد باله من ده وأنه يعرضها بنفس الترتيب اللي موجودة بيه في الكتاب لو هي مثلا أحداث تاريخية أو لو هي خطوات لحل مسألة يبقى الترتيب هنا مهم جدا فيبقى واخد باله من النقطة دي كويس قوي طبعا ممكن متاح للطالب أنه برضو لما ييجي يكتب ممكن يشطف في الأسئلة المقالية لو اضطر لهذا الأمر ويعدل في الإجابة بتاعته أو يستخدم موزيل الحبر ده متاح في الأسئلة المقالية لكن يفضل أنا بنصحه أنه هو يكتب بألم رصاص خفيف الأول فيتأكد كده أن الإجابة بتاعته صح أولا بعد ما يرجعها ويتأكد كمان أن المكان مناسب ما خرجش برا الإطار وبعد كده يبدأ يظللها بالألم الجاف بعد ما يخلص ويرعى طبعا الوقت أو زمن الإجابة دي نقطة مهمة جدا عايزة أسأل حضرتك كأستهد في علم النفس التربوي لأنه نقطة مهمة جدا الفترة الأخيرة كان دايما فيه انتقادات بتتحدث عن غياب الأسئلة المقالية الأسئلة المقالية مهمة في تكوين مهارات التعبير والقدرة على النقد والكتابة دي ما كانتش موجودة فهمية السؤال المقالي في تكوين شخصية الطالب بعيدا عن فكرة التقوين والاختبار أنه قدرته أن يعبر عن أفكاره بالقلم دي نقطة مهمة جدا وأظن أن أي عملية تعليمية مفروض لا تتجاهل فكرة السؤال المقالي وقدرة التعبير على الورق طيب الأسئلة المقالية يعني بيصار حواليها الكثير من الأحاديث يعني من هذا المنطلق أنها بنقيس الإبداع من خلال الأسئلة المقالية القدرة على التعبير من خلال الأسئلة المقالية لكن خلينا برضو نتكلم في نقطة تانية مهمة جدا أنه ليست الأسئلة امتحانات السنوية العامة هي فقط المنط بها أن يتخرج لنا طالب قدر على التعبير وقادر على الإبداع يعني أنا ممكن أن أنمي الإبداع والقدرة على التعبير عند طالب السنوية العامة من خلال أنشطة أخرى كثيرة جدا وعلى مدار العام الدراسي وعلى مدار الأعوام السابقة في الفرق الأولى والتانية والمرحلة الإعدادية والابتدائية إلى آخره كل السنوات دي أنا بديله أنشطة بيعبر فيها وبنمي عنده الإبداع بطرق مختلفة وممكن من خلال الصحافة المدرسية والإزاع المدرسية إلى آخره لكن خلينا لما نيجي بقى التالت سنوي اللي النص درجة فيها بتفرق وأن النص درجة دي ممكن تغير مستقبل طالب خالص فبيبقى الأولوية المطلقة عندنا للدقة في التقويم والموضوعية في التقويم المشكلة اللي بتأخذ على الأسئلة المقالية عموما حتى لو كانت من نمط المقال المقيد أن هي متشبعة بقدر كبير من الزاتية العوامل الزاتية ممكن ترجع للمصحح ممكن ترجع للطالب للبيئة التعليمية وخلفية الطالب كمان خلفية كل العوامل متاحة أن يتأثر في أداء الطالب في الأسئلة المقالية وبالتالي الإبداع شيء جميل جدا وأن أنامي الإبداع عند الطلاب والقدرة على التعبير كويس جدا أن أناميها لكن ما ينفعش أن أنا إسهى في اختبار نهائي في المرحلة الثانوية النص درجة فيه بتفرق لأن الإبداع ليس له قيود وبالتالي ممكن معلم يقدر ده على أنه إبداع ويدله درجة عالية ومعلم آخر لا يعطيه نفس القدر من التقدير وكده يبقى احنا فيه تفاوت كبير بين الطلاب في الدرجات وطبعا دي مرحلة فارقة في عمر الطالب الموضوعية والدقة وزارة التربية التعليم لما اختارت نمط المقال المقيد لأنه المقال المقيد شبيه أو قريب جدا من نمط الأسئلة الموضوعية لأنه عبارة عن خطوات محددة الطالب إذا ذكرها يخطي للدرجة لكن ما فيش استرسال وما فيش حرية في الإبداع برضو وما فيش حرية في التعبير طيب ممكن حد الوقت يبقى فيه في ذهنه كده تساؤل ممكن ده يصلح فان الأسئلة دي تصلح ل امتحانات المواد الأدبية بس المواد العلمية ايه أهمية وجود أسئلة مقالية فيها هي نفس الفكرة لأنه الأسئلة هي في المواد الأدبية عموما بتبقى أصعب شوية لأنها هتبقى عايزة من الطالب أنه يلخص وطبيعة المواد الأدبية بقى شرح واسترسال في الشرح كده معقول الأدبية أصعب؟ طبعا المواد العلمية بتبقى محددة حتى لغة العلم اللغة العلمية بتبقى دقيقة وما فيش فيها استرسال وما فيش فيها يعني إنشاء كتير لكن المواد الأدبية والتاريخ واللغة العربية والحاجات دي بيبقى فيها يعني استرسال في الكلام حتى في الشرح في الكتب بطبيعة المواد هي بتبقى كده فبتبقى عايزة من الطالب قدرة على إنه يلخص أكبر من المواد العلمية المواد العلمية محددة وواضحة والكلام فيه ما فيش استخدام للغة مفرط يعني بيبقى على قد المعنى المطلوب وخلاص فهو محتاج مجهود في تلخيص المحتوى اللي هو هيكتبه طيب عايزة أسأل حضرتك كمان فيما يتعلق بوضع السؤال اللي بيحط السؤال لأن السؤال هنا بيقيس مهارة الفهم وليست مهارة الحفظ والتلقين وده هدف رئيسي أو فلسفة رئيسية في التعليم دلوقتي أنا أشوف هو فاهم المنهج بيش حافظ إجابات معينة إزاي السؤال المقالي يقيس هذه المهارة مهارة فهم واستعاب المادة التعليمية وليس حفظ خطوات متتالية طيب أنا يعني هوضح كمان أكتر من أنه بس الأسئلة المقالية هاي اللي بتقيس الكلام ده مجمل الأسئلة 30% منها بيقيس الفهم مجمل الأسئلة يعني بما فيها الأسئلة الموضوعية اللي يختيار من المتعدد 30% منها بتقيس الفهم اللي هو المستويات البسيطة من المستويات المعرفية و40% بتقيس التطبيق ودي المستويات المتوسطة و30% بتقيس التحليل والتركيب الأخير اللي هي المستويات العالية يعني فالأسئلة الموضوعية نفسها بنقس بيها الفهم وبنقس بيها التطبيق وبنقس بيها التحليل الأسئلة الموضوعية حتى الاختيار من المتعدد أنا بحيي حضراتكو في البداية يعني أخدتوا بالكو لفتوا نظر الناس لنقطة مهمة جدا في الأسئلة المقالية انتاج الإجابة هي الفكرة بس فيه موضوع التغيير من موضوعية لمقالية أنه احنا عندنا نمطين من الاستجابة على الأسئلة التعرف أو الاستدعاء أن تبقى الإجابة موجودة قدامي وأنا أتعرف عليها واختارها ده في الاختيار من المتعدد وفي الاستدعاء بقى أو الانتاج الإجابة زي ما حضرتك وتفضلت وأشرته اللي هي في الأسئلة المقالية هو بس وضعت الأسئلة المقالية لهذا الغرض وليس لي أن هي الوحيدة اللي بتقس الفهم لا احنا بنقس الفهم عادي بالأسئلة الموضوعية عادي جدا والتطبيق برضو بنقسه بالأسئلة الموضوعية وكذلك التحليل والتركيب الفكرة برضو أنه هنا في الأسئلة الموضوعية الطالب بيتخيل الأمر في ذهنه أو بيتخيل الإجابة في ذهنه وبعدين بيختار اللي توصل إليه أو اللي وصله من خلال ذهنه بيختاره موجود قدامه لكن المقالية هو بيكتبه من الزهن يعني بيكتبه من الزكرة طيب دكتور خلاص الانتحانات على الأبواب بشكل عام إيه النصائح اللي حضرتك تقدمها لطلابنا عشان يقدروا يجاوبوا بنفس الطريقة اللي حضرتك تحدثت عنها وأشارت إليها وهي الإجابة أو الإنتاجية الإجابة طبعا الطالب وهو بيذاكر من البداية خالص لازم ينمي قدرته على التلخيص دي يعني لازم الموضوع بتاعه بعد ما يذاكره بعد ما بيخلص كده مراجعة الموضوع بتاعه يبدأ أنه يلخصه في ورق خارجي في أقل عدد ممكن من الكلمات يعني الموضوع بيستغرق في الكتاب 10 صفحات حاول تلخصه في صفحتين على الأكثر كل عنوان فيه أو كل حاجة مهمة فيه تلخصها في 6 أسطر على الأكثر يبقى أنت كده وتذكر في 6 أسطر دي كل الحاجات المطلوبة والمهمة في الموضوع لو بدأت تعمل كده وبدأت أن أنت طبعا المذاكرة للأسئلة المقالية بتختلف عن المذاكرة للأسئلة الموضوعية يعني لو أنا بذاكر عشان أحل الأسئلة الموضوعية فأنا بذاكر تفاصيل التفاصيل في الموضوع في الأسئلة المقالية بتبقى نظرتي إجمالية وبكون فكرة كلية عن الموضوع ولخصوا كله بشكل إجمالي في النهاية علشان أعرف أجاوب صح في الامتحان آخر العام دكتور عاصم حجازي وأستاذ علم النفس التربوي المساعد بجامعة القاهرة شكرا جزيلا على كل هذه النصائح نورتنا وشرفتنا وكل التوفيق رب لطلبنا في الثانوية العامة